بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة مهمة جدا تهم كل الناس اللي مهتمة بصحتها ومهتمة بتغذيتها وبتدور على أحسن أنواع الأكل اللي تحط فيه فلوسها ويفدها في صحتها حاليا ومستقبلا معروف أن الإنسان وهو شباب بيبقى ما فيش مشكلة معاه لكن كل ما يتقدم في السن بتبدأ الأمراض المزمنة يعني تصيبه هو كلام حاليا ظهر ترند جديد في العالم واكتشاف جديد أن الغذاء الأكل اللي بناكله ممكن يمرضنا وممكن يكون سبب في تأخير حدوث الأمراض وبدأت الاهتمام بعملية علاقة الأغذية بالأمراض إزاي الأكل يمنع المرض البحث اللي معنا النهاردة بحث مهم جدا وأرجو أن اللي يشوف الحلقة دي يكملها للآخر نظرا لكم المعلومات الرهيبة المفيدة اللي الأول مرة يتم يعني وضعها وحاصرها في بحث آآ رهيب يتعامل على ماتين خمسة واربعين ألف إنسان على مستوى العالم في تمانين دولة واللي عمل البحث أو الإحصائية دي وطلع لنا النتائج دي جماعة من جامعة مستر ساتزا جبار من جامعة مستر على رأسهم الدكتور سالم يوسف ودكتور اسمه أندرو منتي ومعاهم يعني كمية كبيرة جدا من الباحثين جماعة دول شافوا تأثير ست أنواع من الأغذية اللي معروفة إنها كويسة ومفيدة للجسم شافوا تأثيرها على مدى أو على صحة القلب والأوعية الدموية والسكر وحدوث الأمراض المزمنة دي كلها بالذات أمراض الأوعية الدموية جلطات القلب ودي الشرين التاجي وجلطة المخ وكلام ده كله ست أنواع من الأغذية دول مدى تأثيرهم ومدى وعلاقة كمية تناولهم بنسبة حدوث الأمراض دي وراحوا درسوا الكلام ده في كل الدول وجابوا لنا معلومات عن كل الدول بما فيها دولنا وبعد كده قدوا توصيات بقى قد إيه النظام الغذائي اللي الواحد لازم يتابعه أهم النظام وده أهم نظام غذائي أنا شفته حتى الآن أهم من البتاع اللي بيقولوا عليه الميديترينيان اللي هو الشرق أوسطي وأهم من النظام الكيتو وأهم من كل الأنظام من خفض السعرات وخلافه ده نظام علاجي نظام يمنع الأمراض نبدأ بقى الأول بالإحصائية اللي عملوها على مستوى العالم وبتدلنا على مدى علاقة مستوى البلد مستوى الاقتصادي لها بمستوى صحة الأفراد ومش الرعاية الصحية ده الأكل اللي الدول دي بتأكيله لأفرادها ونوعيته بيأثر على صحته نبص على المنحنة أو الكيرف اللي قدامنا الحصائية اللي قدامنا دي على الست أنواع اللي قلنا عليهم من الأغذية اللي معروف حتى أنهم مفيدين من أحسن الأغذية اللي بتفيد الصحة عندنا حاجات نباتية مصادر نباتية ومصادر حيوانية المنحنة بالإنجليزي أن البحث بالإنجليزي وأنا هحطه لكم في المصادر اللي بيقراء يعني يشوفه لكن أنا هترجم كل الحاجات دي دي باك عندنا مصادر نباتية فيه أربعة اللي هم الفكهة بأنواعها الخضرات بأنواعها اللي هي البقليات بأنواعها نطس المكسرات بأنواعها أربع حاجات معروفين أنهم مفيدين وبعضهم عملنا أبحاث عليه وقعدنا نقول فايدة الخضروات وفايدة المكسرات والكلام ده وفيه بقى منتجات حيوانية السمك ومنتجات الألبان يعني هو مش حاطط غير حاجتين حيوانيتين بس السمك ومنتجات الألبان طيب أنت مش حاطط لحوم حمرة لأ لإن فيه كلام كتير جدا بيقولوا اللحوم الحمرة مضرة فهم ما حطوهاش ما حطوهاش فأحسن ست حاجات ولو إن هنشوف دلوقتي يجوهم بعد كده بقى حطوها جوه الدراسة ونشوف إيه اللي حصل طيب أنت مش حاطط لنا النشويات مش حاطط الرز مش حاطط العيش لا كل الحاجات دي عليها اختلافات إنها بضرة للصحة مفيدة للصحة في مشاكل وفي كلام فيه فنقأ أحسن ست حاجات مفيدة للصحة ويشوف علاقة تناولهم كمية تناولهم بصحة الناس فنمسك أول بقى منطقة في العالم عندنا شمال أمريكا أمريكا الشمالية وأوروبا ودول أغنى دول العالم فطبعا نسبة تناولهم هنشوف بقى اللازرق دا دا الفاكة جزء اللازرق اللي تحت دا بيأكلوا فاكة كتير والجزء البرتقاني اللي فوق دا بيشربوا منتجات أو بيأكلوا منتجات ألبان جبن ومنتجات ألبان كتير الجزء اللي بالأحمر دا خضار كتير يعني الجماعة دول مش تايبين حاجة صحية لو بيعملوها ومعهم فلوس يشتروا الكلام دا كله مفيش عندهم مشاكل مادية نهائيا إيه اللي بيقدروا بيقللوا فيه الليجيومز بيقليات قليل الأسماك قليل المكسرات حاجة يعني ضئيلة جدا طيب نيجي بقى لأمريكا الجنوبية أقل منهم شوية طبعا هنا بقى بدأ يبني المستوى المادي بيأثر على قدرة الإنسان على أنه ينقي الأغزاء الكويس طبعا كل ما الفلوس قلت كل ما هتقلل في شراء الفكهة والخضار والحاجات اللي هي غالية في الدول دي آآ نيجي بقى البيدل إيست البيدل إيست بقى هنا البيدل إيست دا اللي هو اللي هو الشرق الأوسط وده مش أي حد في أفريقيا يعني حتى إحنا في مصر ملاش علاقة بالكلام ده البيدل إيست الشرق الأوسط يعني تاخد كده دول خليج العربي تاخد معاهم بقى فلسطين المحتلة تاخد يعني مثلا ما أعتقد إيران تقريبا يعني يعني الله أعلم فبطوع الشرق الأوسط عارفين عارفين بالزبط الدول دي أكتر مني المستوى المادي معقول آآ نسبة برضو قدرتهم الشرائية عالية بيأكلوا بيأكلوا آآ فكهة كويس بيأكلوا آآ منتجات ألبان كويس خضار كويس آآ عندهم البقوليات أزيد سنة برضو النطس اللي هي آآ مكسرات نفيش دول الدول الغني عندهم آآ كلام ده فالمفروض إن إحنا نتوقع عن صحتهم تبقى كويسة نيجي بقى للناس الفقرة الناس الغلابة آآ أمريكا الجنوبية آآ في الضا آآ سوري ساوس آسيا آآ 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 جنوب آسيا بقى تلاقي بقى إيه اللي هم الجماعة آآ اللي جنب آآ بينجلادش بقى ومش عارف إيه آآ آآ هو دول بتاعها مينمارو يعني الدول دي كلها تلاقي كل حاجة مفيش طب أما إيه يعني ده مفيش فاكهة أولي جدا مفيش آآ خضر نسبة البقليات أعلى أعلى حاجة بقليات أعلى كتير جدا من الناس تانين نسبة الألبان أولي أما الناس دي بتاكل إيه بيكملها إيه ده ده بيكملها إيه الستة أنواع عنده أولي ده بيكملها رز ده عايش عن رز عايش عن الأمح والعيش والكلام ده ده بيكملها بيكمل بقية البتاع ده يطلع لفوق كده بيكملوا بالرز آكلي الأرز الصين عشان مستوى المادي يتحسن شوية بقيت تفرق عن جنوب آسيا عندهم نسبة الخضار الخضروات أعلى عندهم بيأكلوا خضروات كتير الفاكهة مازالت قليلة منتجات الألبان مفيش خالص قليل جدا برغم التقدم الاقتصادي في الصين إلا أن تعداد السكان الكبير جدا بيضغط على نسبة أكلهم من الحاجات الكويست ساوس إيست آسيا اللي هو جنوب شرق آسيا عندنا بقى تلاقي كوريا وتلاقي ماليزيا وتلاقي الدول اختنت وتلاقي حالة أحسن من الصين كمان نيجي بقى لأفريقيا أفريقيا يعني إيه يعني شمالا وجنوبا من ضمنها مصر تونس الجزائر مغرب وينزل بقى أفريقيا جنوب الصحراء فأفريقيا يمكن يعني أقل من الصين شوية وأحسن من جنوب آسيا أحسن من ميانمار ومن جلادش والدول الكتيرة بتاعت الهند إحنا عندنا بناخد شوية فاكهة شوية خضار منتجات قلبان قليل بقليات قليل بكسرات يعتبر مفيش يعني وطبعا ده بسبب المستوى الاقتصادي بنكمل بقى إحنا إيه بنكمل بقى الأكل بتاعنا إيه بنكملوا بقى رزوا بنكملوا نشويات وبنروح نجيب بطاطس وحاجات إيه يعني تروح تجيب أي حاجة تروح تجيب بعيش عيش من الطبونة كذا رغيف عيش وتكمل بهم اليوم بتاعك على شان وهنتكلم كمان شوية بقى إن إحنا إزاي نحول إمكانياتنا الاقتصادية دي الضعيفة دي إلى إن إحنا نحولها لحاجة صحية برضو بدون الإنفاق الكبير وده ميسة البحث ده طبعا المستوى الاقتصادي اللي عمالي إيه اللي في الدول زي دول أفريقيا زي بزاك مصر كمان بيدي إيه اللي فيها وبعض الدول تانية بيئي إيه اللي فيها الشرع يعني كيلو اللحمة اللي كان بإكس من المال بقى باثنين وثلاثة ضعف فالقوة الشرعية بتقل كوة الشرعية للأسماك هتقل كوة الشرعية للفاكهة والخضر هتقل الناس هتعتمد على العيش وخلافة فالمنحنى ده بيبين باختصار إن الفلوس ومستوى الاقتصاد بتاع الناس بيأثر على نوعية الأكل اللي هتأثر بعد كده على صحة قلبهم وعلى حدوث أمراض عندهم زي مرض السكر وخلافهم بيجي بقى الجماعة دول الست أنواع بقى احفظ بقى احفظ الست أنواع من الأغذية المفيدة دي احفظ فاكهة خضار بكوليات مكسرات أسماك منتجات ألبان دول احفظهم هنشوف بقى نظام غذائي يقول لك يعني الإنسان مفروض يا كل قد إيه من دول يوميا اسمه النظام الخمس نقاط نظام الخمس نقاط النظام الخمس نقاط ده واحد رقم واحد السوء حاجة ده إنسان عايش على الحاجات الضرة بس يعني ما فيش حاجة كويسة بعمل خمسة ده إنسان عايش على أحسن حاجة يعني بيكل شغل الحاجات الصحية والمفيدة جدا فعشان إنت هتبقى في نظام الخمس نقاط ده وتاكل أحسن حاجة المفروض تاكل إيه يوميا من الست أنواع دول إيه إيه اللي ممكن تاكله فأول حاجة من الفكهة والخضار يوميا من الفكهة والخضار يعني الفكهة زي الخضار فكهة أو خضار تاخد من أربعة لخمس مأدير من أربعة لخمس مأدير يعني إيه فسرهم لك بقى ممكن مثلا المقدار الواحد يكون طفحاية طفحاية متوسطة أو موزة ماشي؟ يعني يبقى ممكن تاخد أربعة طفحات في اليوم خمس طفحات في اليوم لنبقون أربعة لخمس مأدير يعني ممكن أربعة طفحات أربعة موز كمترة المقدار الواحد طفحاية أو مزاية أو كمتراية أو ما يوازي كباية من كبايات اللي بنشرف فيها الشاي دي من الحاجات الخضروات الورقية تروح تجيب بقى اللي هو الفجل والجرجير والحاجات دي رخيصة عندنا جدا في مصر ومحطوطة على قيمة لسة الحاجات المفيدة طيب نيجي بقى للبقليات إحنا بلاد الفول إحنا بتوع الفول هتقول للفول الفول من أحسن البقليات وجميع البقى للبقليات التاني الفاصولية وكلام فتاخد في اليوم من ثلاثة لاربع مأدير المقدار المقدار عبارة عن نص كباية من البقليات دي أو العتس العتس برضو حيبقى تابع الحاجات دي فشوف انت بقى ايه هتقول لك ايه هتقول الفول النهاردة عتس بكرة مش عارف ايه بتنوع بقى خلال الأسبوع يبقى تاني بقى الفاكهة من أربعة لخمس مأدير وحدات يعني البقليات من ثلاثة لاربعة مأدير المكسرات سبع مأدير في الأسبوع سبع مأدير في الأسبوع طبعا البقليات من ثلاثة لاربعة مأدير دي في الأسبوع مش في اليوم المكسرات سبع مأدير في الأسبوع ايه هو المقدار هو واحد أنصة من اي مكسرات بتاعت اشجار او بتاعت او هو الفول السوداني فواحد انصة ده يعني حوالي 30 جرام تقديرا يعني فسبعة في ثلاثة حاجة يعني حوالي 200 جرام في الاسبوع ربع كيلو مكسرات في الاسبوع تقسمهم بقى الاسبوع الاسماك من اثنين لثلاثة وحدة او مقدار المقدار عبارة عن ثلاثة انصات يعني حوالي 100 جرام 100 جرام من السمك يعني اسبوعيا 300 جرام سمك 300 جرام ثلاثة كيلو سمك في الاسبوع ده حد قد وبيقول دايما خلي السمك يبقى وجبتين عندك وجبتين في الاسبوع تاكلهم سمك وجبتين في الاسبوع او وجبة واحدة قال حاجة 300 جرام ده ايه رابح حاجة يبقى كده عندنا الفكهة والخضار 4-5 مقادير يوميا البقليات من 3-4 مقادير اسبوعيا المكسرات 7 مقادير اسبوعيا الاسماك من 2-3 مقادير اسبوعيا منتجات الالبان لبن جبنة زبادي كل ده الكلام ده 14 مقدار اسبوعيا يعني 14 مقدار يعني مقدارين كل يوم 14 مقدار المقدار واحد قد كباية زبادي او كباية لبن كباية لبن او كباية زبادي او 1.5 انصة جبنة يعني حوالي 50 جرام جبنة 50 جرام جبنة ده المقدار واحد اصدق لك 100 جرام جبنة في اليوم تكون لك كبايتين زبادي تشرب لك كبايتين لبن ده بالنسبة للألبان كمية ألبان كويسة والألبان هنا كاملة الدسم يا جماعة كاملة الدسم هتشوف دلوقتي يقول لك منزوع الدسم والألبان مضرة والألبان الكلام ده ما تسمعوش خالص انساء نيجي بقى الكلام بقى على الناس بقى اللي ما عاش فلوس يعني مش قادر يجيب بقى السمك ومش قادر يجيب اللي هو الألبان بالكميات دي فهيجي بقى على الخبز هينقل بقى على العيش زي الكلام ده يهمنا احنا في مصر بقى ان احنا هنخش علي واتكلمنا في حلقة قولنا يا جماعة العيش بحبة كاملة بردته بالنخالة بتاعته بسموه الجرين الجامعة العجانة بقولوا على العيش الكامل يعني الحبة كاملة زي ما هي كده اطحانها وخبزها زي ما هي ده يعني على الاقل مقدار يوميا على الاقل مقدار يوميا يعني حتة رغيف عيش كده ماشي رغيف عيش واحد من الايه من الدقيق الكامل حتى لو هيتجيب الدقيق بتاع التموين ده تجيب لك تحاول تشوف الدقيق الكامل طبعا مصر عندنا مش عارف الدقيق الكامل ده يعني اعداء له ولا ايه غير موجود خالص العيش البني بسموه عندنا العيش البني غير موجود خالص يا جماعة احنا بندمر صحة المصريين لما عنا فلوس نجيب احسن الاكل ولا احنا مهتمين بصحتنا ده 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 دي جارين بقى بنرتكبها في حق صحيطنا يعني اه نيجي بقى للحوم اللحوم ما كانتش في الست انواع من الاغذية الصحية هنشوفها دلوقتي ان اللحوم حصل لها ايه فبيقولك لو هتاكل لحوم يبقى مودرة امونت كمية متوسطة مقدار واحد يوميا والمقدار الواحد ده حوالي ميت جرام يوميا من اللحمة الحمرة اه او الفراخ او كلب فيعني حددلك نظام غذائي من الست حاجات وضاف عليهم كمان الجماعة اللي هيكلوا عيش ماشي اه يكون عيش حبة كاملة وعلى اقل رغيف واحد يوميا من اللي هيش الحبة كاملة والجماعة اللي عاوزين ياكلوا لحمة حمرة عشان الدول بقى الخارجية والحاجات اللي عندهم اللحوم الحمرة رخيصة ومتوفرة دول على اقل حوالي ميت جرام يوميا من اللحمة الحمرة ومفيش فيها ضرر ولا اي حاجة يقولك بقى هنا ايه ان على الاساس ده النتائج اللي وصل لها البحث ده ان الدول اللي بتقعد تقول يا جماعة ما تستخدموش منتجات الالبان كاملة الداسم والناس اللي بتقعد تحذر منها ان الكلام ده ليس له اساس من الصحة ان زيادة استهلاك معظم الاطعمة الطبيعية زيادة استهلاك انا بقرب النص انا بترجمه من النص البحث تشير الى انا زيادة استهلاك معظم الاطعمة الطبيعية بما في ذلك منتجات الالبان كاملة الدسم جنبا الى جنب مع الفكهة والخضروات والمكسرات والبقليات والاسماك في البلدان ذات الدخل المنخفض دي من المرجح ان تؤدي من المرجح ان تؤدي الى انخفاضات مهمة في الامراض القلبية الوعائية والوفاة الكلام من عنده بالنص ان الالبان كاملة الدسم لما تاخدها بقى مع الفكهة والخضار والكلام ده هتؤدي الى انخفاضات في الامراض القلبية الوعائية والوفاة وبيقول كمان ايه بقى يتناقض هذا الاستنتاج مع التوصيات المعتادة من الارشادات الغربية الجماعة الاجانب بيقولك ايه ركزت لحد كبير على تجنب الافراط في التغذية والافراط في الاطعمة بما في ذلك منتجات الالبان كاملة الدسم يعني عكس اللي هما بيقولوه في الدول وصل برضو البحث ده للسنتاج غاية في الخطورة هو ان بيقولك ايه ان نسبة كبيرة من الوفيات البحث وصل عن الرقام الكبيرة دي نسبة كبيرة من الوفيات والاحداث الوعائية يعني جلطات مش عارف ايه مشاكل في القلب والكلام ده لدى البالغين حول العالم حول العالم بتكون بسبب نقص التغذية يعني نقص التغذية مش زيادة التغذية نقص مثلا نقص اكل الدهون اللي هي بتاع الانتجات الالبان دي هو بسبب زيادة الاحداث الوعائية دي يعني بسبب تناول كميات اقل من الاطعمة الوقائية اللي هي باقي زي منتجات الالبان والخضروات والفكهة والكلام ده وليس الافراط في التغذية وهو ما يتعارض مع بعض المعتقدات الحالية في حاجة بقى كمان انا نسيت اقولها ايه هي اللي هي في النظام الخمس نقاط ده ايه هو الاكل اللي يديك نقطة واحدة يعني يوديك في ده هي بيقولك على النقيد من ذلك فان النظام الغذائي الاقل صح واحد بقى ماشي على النظام الهبابي يعني هيوح في ده اللي هي رقم واحد تاخد واحد من خمسة بيبقى اه قليل جدا جدا من كل الحاجات اللي احنا شفناها في الجدول دي فبيبقى النظام غني بالنشويات اه رز عمال يديها رز عمال يديها عيش من اللي هو ديء زيرو او العيش بتاعنا بتاع الطبونا ده عمال يديها عيش وطبعا قد يكون هذا السبب مستوى مادي يعني مخارج عن ارادة الشخص دهون اقل ما بيكلش زبادي ما بيشربش لبن ما فيش دهون قلال جدا ما فيش الكلام ده بروتين منخفض ماشي ما فيش بروتين لكن بيات قلالة جدا اللحمة الحمرة قلالة قلالة جدا او ما فيش ما فيش لحمة حمرة ماشي الدواجن قلالة جدا يعني باختصار اللي هياخد واحد من من سكور خمسة ما فيش بروتين ما فيش دهون ما فيش لحوم اه ما فيش فكهة ما فيش خضاء عايش على العيش عايش على الرز عايش على البطاطس طبعا اه زي بقول لكم ده قد يكون بسبب المستوى المادي ويبقى الانسان معذور اه في ذلك وانا على سبل يعني المثال عندي تجربة شخصية يعني ليه صديق اعرفه اه عنده خمسة وستين سنة انا قابلته اه في الحج وآ عنده خمسة وستين سنة انا ما شفته فكرته عنده اربعين سنة فقول له انت بتشتغل ايه قال لي انا بشتغل تاجر مواشي فبسالته بقى على طريقة اكله وحياته بيعكل كويس جدا بيعكل كتير جدا مش مشتخين خالص رفاع جدا بيعكل كمية فآ اه ايه اللي انت بتاكله يعني قال لك مهم اناش اه راجل تاجر مواشي بيربي مواشي اللي هما الجموس والبقر والحاجات دي ويبقى قال لي انا عايش على منتجات الالبان بتاعتي السمنة بقى البتاعتي واللبن بتاعي وبياكل الرز زي ما هو عاوز والكلام ده عادي خالص بس كل حاجة معمولة بالسمنة البلدي كل حاجة معمولة اه بالاشطة واللبن والكلام ده كله كل حاجة داخل فيها الكلام كمية تناول للدهون يوميا انت لا تتخيالها ومع ذلك يعني صحته ما شاء الله بومب كان يعني انت عارفين بقى في الحجم المشاوير والماشي ده ساروخ فربنا يديه الصحة وربنا يديه طلط العمر وخمسة وستين سنة وشكله يعني ما يجيبش اربعين سنة فانا ده ده اللي بشفته يعني على واحد عايش حياته على الدهون والمنتجات الحيوانية كاملة الداس فيعني ده فيديو نصيحة لكل الناس وارجو انك تسمع الفيديو ده مرة تانية وتشوف ايه الكلام اللي فيه وتحاول تطبقه على قد ما تقدر يعني وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة